أن يكون حلم عجوز هو أداء فريضة الحج فذاك أمر يثير العطف والتضامن أما أن تكون هاته السيدة حفيدة الأمير عبدالقادر الذي أدى فريضة الحج مشيا على الأقدام من معسكر إلى مكة فذاك أمر يثير الحصرة والحزن إنها حكاية الحاجة فوزية هي حاجة في الأحلام فقط مع وقف التنفيذ أحنا جزائريين يقولون لي جي بي الجنسية وجدي الأمير عبدالقادر ولي ضحى على البلاد كله وحنا جينا طلبنا غير كارط ما طلبناش المحاق مشكلتها أنها ابنة الأمير الهاشمي ولدت في بيروت واختارت مع شقيقاتها وشقيقها الاستقرار في الجزائر ولكن من المنفى لما وصلوا إلى الجزائر كانت هنا صعبة في الاستقبال تحهم لأن الجزائريين رفضوا الاستقبال لأن كانت الحرب فكانوا العائلات متخوفين ذهبوا إلى سكيكدا ثم إلى سطيف لما نزلوا إلى سطيف كان شيخ البشير الإبراهيمي كان في ذلك يترأس جمعية العلماء المسلمين وعلموه بأن هناك عائلة من أحفاد الأمير عبدالقادر قد وصلت إلى سطيف ولها صعوبة كبيرة للاستقبال قرر جدي أنا اللي هو سي عبدالله بن دريس اللي كان ساكنه وكانت عنده مرتبة ثانية في جمعية العلماء المسلمين في سطيف قرر أن يستقبلهم امتلكت كامل الوثاق ولكنها عجزت برغم مساعيها عن الحصول على جنسية الأمير الهاشمية فلم تتمكن من استخراج جواز سفر تحقق به حلم حياتها وهو زيارة البقاع المقدسة الأوراق تحق مكانش خلاص اسمها ممسوح كأنها هذه الإنسانة مش موجودة مش غير هي فقط أنا نهضر على كل أولاد اللي كانوا عايشين ولا لمازالوا عايشين اللي توفاوا ولا لمازالوا عايشين يسمى أبسط حق هو الاسم لليوم ما الدوهش النداء الأول والآخر هو الرئيس بوتفليقة اللي كان يسمى أعلم بالحقيقة هذه العيلة أنهم الأحفاد الأصليين الأمير عبدالقادر لأن الماما لم يكملوش الخدمة تحهم لأبسط يجوغ لم يكملوهاش خلاص توقفت أنا حبيت نعرف عليها توقفت طرقت السيدة فوزية كل الأبواب وتقدمت من كل الفاعلين في شؤون الحالة المدنية وبقيت صيحتها من دون صدى على مشارف الثمانين لا حلم يعتصر الأميرة فوزية سوى زيارة البقاع المقدسة فقط فقط